يعني نبدأ نحكي أغلب الأشخاص ما بعرفوا الفرق بين المحامي النظامي والمحامي الشرعي فحتينا أكثر عن هذا الفرق هلأ أنا اخترت هذا الموضوع هو كتير بسيط بس من قدما الناس بنصدموا يعني لما يسألوك أنت محامية شو أو شو اختصاصك فبقولهم نظامي طب شو يعني فحبيت أنه أحكي عن الموضوع هلأ المحامي النظامي هو بكل بساطة شخص خلص من كلية القانون أو الحقوق وانتسب لنقابة المحاميين بيخضع طبعا لامتحان قبول بس يعمل امتحان القبول وينجح فيه لازم يتدرب سنتين كاملين بعدين يقدم امتحان كتابي وشفوي ويقدم بحث هلأ بعد ما يتم قبوله وياخد الإجازة بيصير مسموح له يمارس المحامة بكل المحاكم الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية سواء يعني صلح جزاء بداية حقوق صلح حقوق يعني قضايا مالية جزائية جرائم على اختلاف أنواعها بدون حصر هلأ بس باستثناء المحاكم الشرعية هلأ هون بيجي الفرق بين المحامي النظامي والمحامي الشرعي موضوع الإجازة الشرعية منفصل تماما عن النظامية المحامي الشرعي بينتسب عن طريق اللجنة المركزية بدائرة قاضي القضاء بسجل برضه بتدرب سنتين وبس يقدم بحثه ويحصل على إجازته بيصير مسموح لأنه يترافع بكل المحاكم الشرعية والكنسية وهيك الشخص اللي بيكون معه هدول الإجازتين بيكون بترافع بكل محاكم المملكة هلأ فيه ناس تقولك كيف يعني أنه أنت ما يعني كيف تشتغلي كل هذا الإشي بنفس بذات الوقت يعني هلأ المحامي هو بالأخير بيختار إيش الأشياء اللي بده يشتغل فيها رح نحكي أكيد بنهاية الحلقة عن التخصصات بس ما في ما يمنع أنه يكون جامع بين الإجازتين وبيقدر طبعا بوقت لاحق أنه ياخد الإجازة الثانية فهيك الموضوع بكل بساطة وطبعا الأهم نقطة أنه المحامي النظامي بيكون تابع بعمله وبكل أموره ولا نقابة المحامين الأردنيين المحامي الشرعي بيكون تابع للجنة المركزية في دائرة قاضي القضاء فهم جهتين منفصلين تماما تمام ولكن إذا بدنا نحكي إذا تشرحي لنا أكثر عن المحاكم يعني المحكمة الشرعية والمحكمة اللي بيروح عليها المحامي النظامي الفرق بناتهم هلأ فيه كقانون وكنصوص قانون مختلفة تماما يعني أنا لما أحكي على النظامي والقانون المدني والقانون الجزائي مختلف تماما عن الشرعي أنا هون تابع لقانون الأحوال الشخصية قانون الموريث وغيره كل الأمور الشرعية والكنسية فبفرق معي كتير أمور نحكي عن طريقة التبليغ طريقة الشهود كيف بيجوا بيحضروا من المسموح إلو أنه يحضر ففيه فرقات كتير بهذا الموضوع نعم هلأ ترى فيه أستاذة يعني أحلى دائما منحس أنه الأشخاص بعرفوش كيف يتجهوا بعرفوش وين يروحوا أيها وبصير فيه عندهم يعني خربطة بالمعلومات ولغط بالأمور وما عندهم فعليا الوعي الحقيقي والفهم الحقيقي لمتى ممكن أن يكونوا مطالبين بحقوقهم وكيف يلجأوا فإلا يعني بدنا نحكي عن أمور التبليغ بالذات التبليغ الشرعي وفرقه عن التبليغ النظامي وكيف الواحد ممكن يبلش هذا المشوار موضوع مهم كتير ولأنه هو اللي بيخلي القضية تمشي وزي ما تفضلت حضرتك الناس ما بعرفوا كيف يتعاملوا معه هلأ ضروري نعرف أنه التبليغ بالمحاكم النظامية يختلف تماما عن المحاكم الشرعية هلأ بالمحاكم النظامية أنا ببعد تبليغ إذا رجع هذا التبليغ عدم عثور أنا بقدر أني بكل بساطة أطلب أني أبلغ بالنشر شو يعني بالنشر يعني بنزل بصحفتين محلتين يوميتين وهيك يعتبر أنه متبلغ لما أجع جلسة تاني بالمحكمة وإذا تبلغ بتمشي المحاكمة بالشكل طبيعي هلأ بالشرعي إذا أنا رجع عندي تبليغ عدم عثور فأنا رح أدخل بإجراءات مطولة يعني يجب أن يكون التبليغ بشكل حقيقي وشخصي نعم طبعا أيوة والتبليغ عن طريق التليفون مش تبليغ قانوني بس التبليغ طبعا عن طريق المسج هذا تبليغ إلكتروني هلأ أصبح معتمد بكل المحاكم بنا نعرف أنه طبعا قانوني هلأ فيه ناس بيكونوا بايعين خطوط عشان نعرف هاي النقطة فتأمن بنا نتأكد أنه هل أنا المطلوب فعلا ولا لأ يعني ما نخاف على السريع نتحقق من هذا الموضوع فالتبليغ الإلكتروني عن طريق المسج صحيح ولكن عن طريق التليفون مش صحيح إحنا يا إما ببلغك شخصي على مكان عملك أو على مكان منزلك أو بالالتصاق مثلا على أي مكان بخصص نعم أو رسالة إلكترونية أو رسالة إلكترونية هلأ بالشرعي لما يرجع عدم عثور القادي بيحتاج بهذه الحالة اتنين شهود يثبتوا أنه هذا الشخص مجهول محل الإقامة وبس يقتنع أنه هذا الشخص مجهول محل الإقامة بقبل أنه يبلغ بالجريدة هلأ في ناس يقولوا لك لي أنا ليه أعد ثلثة شهور وأربعة شهور أستنى أنه يعني أمشي بكل هذا الإجراء لأنه إحنا بالأمور الشرعية منحكي بأمور إلها قدسيتها يعني أنا لما بدي أفسخ عقد زواج لما بدي أعمل بدي أخذي ولاد بدي أعمل أي إجراء يعني بخص العائلة فمن حق القادي أنه يتحقق أنا ما بقدر أنشر بالجريدة أنه أنت والله مجهول محل الإقامة يجي تلاقي حالك مطلق أو مطلقة أو أولادك مأخودين منك فدائماً بيكون فيه كتير تركيز على هذا الموضوع وبرضه فيه شغلة كتير حلوة بالشرعي أنه إذا شخص مقيم خارج البلاد أنا بقدر أبلغه بطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية عندنا يعني مخاطبة من دائرة قادي القضاء لوزارة الخارجية اللي بالخارج وبتم تبليغه طبعاً هاي برضه البراسس بتاخد وقت يعني مش أقل من ثلاثة يعني طبعاً من خلال السفارة بالبلد المقيم فيها نعم بالضبط فهذا الإشي مش موجود عندنا بالنظام إن إحنا اللي خارج البلاد برضه منبلغه بالجريدة فهذه النقاط كتير مهمة الواحد يعرفها لأنه بيجي بتيجي الست أو الزلمة بحكي أنا ما بعرف وين عايش فهون بدخل بدوامي فإنت لازم يكون معك عنوان عشان تقدر تمشي لقدام حتى القانون الشرعي بسمح لنا أننا نبلغ على بيت أهله فمنقدر إنا نستغل يعني هاي النقطة ونبلغ على بيت أهله خلينا نحكي عن طبيعة الأدلة اللي معترف فيها بالنظامي والشرعي والشهود أوكي هلأ إذا بدنا نحكي على الأدلة أولاً هلأ بدنا نعرف نقطة مهمة كتير عشان إحنا هلأ كل إشي صار عنا إلكتروني هلأ بالمحاكم النظامية المسيجات اللي نطلعهم من الواتس أب من المسيجات العادية أو من أي تطبيق إلكتروني تعتمد في المحاكم النظامية لأنه بتم تفريغها عن طريق خبير قانوني وبتاخد فيها المحكمة وتعتبر دليل قانوني ورسمي ولكن بالشرعي الأمور عندي شوي أصعب إحنا دائماً اعتمادنا الأساسي بالإثبات في المحاكم الشرعية على شهادة الشهود هلأ حتى مرات بتكون أمور يعني ثابتة بموجب عقد بموجب ورقة برضو منحتاج أن نجيب الشهود عشان نثبت هاي الأمور لأنه هيك نصوص القانون وبالإضافة لأنه الأمور الإلكترونية ما بتاخد فيها المحكمة الشرعية بشكل يعني كأنها دليل قاطع لا طبعاً إحنا بدنا دائماً نعتمد على الشهود وممكن يؤخذ بها على سبيل الاستئناص بس لحد هلأ ما اعتمدناها كطريقة أساسية لأنه نثبت نعم ولكن يعني خلينا نحكي بشكل يعني نضرب أمثلة على سبيل المثال امرأة تحققت من تليفون زوجها أو تحققت من خلال التليفون بأمر عائلي معين سواءً إلو خاص بحضانة الأطفال إلو خاص بالخيانة الزوجية إلو خاص بمشاكل معينة بالإرث وهكذا ما بناخد بعين الاعتبار الرسائل النصية حتى لو تم تدخل من الجرائم الإلكترونية للتحقيق إذا كانت صادرة من فعلياً هذا التليفون وهذا الشخص هلأ هذا السؤال عن جد عن جد كل يوم بتكرر وبيكون بخصة الخيانة الزوجية أنا لقيت على موبايل زوجي مسيجات نقطة مهمة كتير لازم نعرفها ما بصير أسرق المسيجات من موبايله لأن هذا الجاء يعني تعدي على خصوصيته وجريمة بالقانون فأنا بقدر أنه أحكي أنه أنا اكتشفت أنه بخونني شفت المسيجات بطريق هي بطريق الصدفة فعلا بس كل يوم تحصل الصدفة بالضبط بس لا ما بتأخذ المحكمة في يعني أنا ما بقدر أخذ سكينشاتات وأروح أوديهم للخبرة ويأخذوا بهذا يعني يأخذوك دليل قانوني يعني إحنا عنا بالمحكمة الشرعية ما منروح على الجرائم الإلكترونية ومنفرغ الرسائل الخيانة يعني مش بس الخيانة يعني ممكن تكون المشكلة مشكلة حضانة لا بس أولا أنه كتير بحكوا على هذا الموضوع بحكوا على الخيانة الحضانة كتير دقيق فيها المحكمة جدا 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 أنا بعتبرها دائما بحكي من أصعب القضايا أنك تسحب الحضانة من الأم ولكن الخيانة هاي وموضوع الموبايل وأنه ألاقي مسيجات عليه عن جد متكرر بشكل يومي فما عنا إحنا بالمحكمة الشرعية أنه تروحي تفرغي وتقدمي كدليل وحتى لو فرجتي للحكمين الحكمين بقولك أنا شو بعرفني أنه هاي مش مفبركة شو بعرفني من صحتها فبياخد بأقوالها أقوالها وإثباتات تانية نعم إذن ممكن أن تكون الأدلة إلكترونية بالنظامي ولكن بالشرعي يجب أن يكون هناك شهود عيان من يعني بيتاخذ بعين الاعتبار بالمحكمة نعم طب إثبات أدلة معتمدة حكينا فيهم ولكن كمان أنت بتحكي بالشرعي بهذه الخصوصية الكبيرة وبها القدسية للمشاكل اللي ممكن تحدث سواء داخل العائلة برأيك أستاذة يعني هل هي سنوات لما تطول أحيانا تطول السنوات بالبث بهذه القضايا هل هذا بمصلحة القضية ومصلحة العائلة يعني أحيانا بيجب أقولولك ما بدي أبيت هلأ فيها خليكم رؤوا اهدوا فهل تعتقدين أنه هذا شيء إيجابي ولا سلبي أو كيف يجب أن نتعامل معه من الجهتين إذا ما علينا أو لألنا هلأ لأ طبعا أنا بعتبره شيء إيجابي لأنه هاي العائلة يعني اتكونت وصار فيها طبعا كمان القاضي بياخد بعين الاعتبار سنوات الزواج أكم من ولد عندهم فبيحاول دائما أنه يصلحوا ودائما عندنا كمان الإصلاح الأسري أشخاص مختصين اجتماعيا بحاولوا يصلح ويقربوا وجهات النظر في كتير ناس بتصالح وكتير ناس برجعوا الحمد لله وما برجعوا للمحاكم وفي ناس لا فإحنا ما منقدر يعني هلأ الإطالة الزائدة أكيد مش من مصلحة أي طرف لأنه مرات بتزيد المشاكل صحيح وفي بعض الأوقات ومدة الصلح منطقية يعني إحنا بالأخير المحكمة بتعطي مدة إصلاح بس جلستين يعني بالتأجيل شهر وكمان إصلاح وبس عندي سؤالين الصراحة طبعا أول سؤال يخص أنه كيف بدي أختار المحامي الصحيح يعني متى كيف بقدر أحصل أنه على المعلومة الصحيحة أنه هذا المحامي هو اليوم هو المحامي اللي رح أقدر أني أتعامل معه كيف بدي أختارك أستاذا هلأ هذا الموضوع كثير مهم والناس يعني بتتخربط منه أنه أنا مثلا بدي محامي تأمين كيف بدي أعرف أنه مختص هلأ نحن عندنا بالمحامة ما في عندنا اختصاص مثل الطب أني أنا أدخل وأعد خمس سنين مثلا نختص بهذا المجال عشان يعتبروني يعني مختص مثلا بالتأمين أو غيره نحن كمحاميين بنتخصص عن طريق الماجستير مثلا أو عن طريق الاستمرار بالعمل بهذا المجال فسنوات الخبرة هي اللي بتحدد الاختصاص والمحامي ما يعني ما بزبط تحكي أنه أنا بدي أحصر بهذا الاختصاص هو باختار اللي بيناسبه نعم فإحنا كمحاميين بالعادة مثلا فيه ناس مختصين جنيات ناس مختصين تأمين ناس مختصين مالكين ومستأجرين وهكذا زي ما حكيت بناءا على الخبرة نحن ما عندنا اختصاص هذا السؤال لأنه مؤخرا إحنا قلنا كم يوم للأسف الشديد عم نسمع عن حادثة فضيعة حصلت من طليق لطليقته داخل سيارة ودولوها كل شبكات تواصل الاجتماعي وأيضا في رؤية أكيد صلتنا الضوء عليها بطبيعة الحال وهون هو كان يلاحق طليقته لأنه قدرت أن تأخذ جزء من حقوقها منه وكذا هل لما يصير في هذا النوع من الخلافات ويكون فيه تقارير وإثباتات أنه هذا الشخص معنف وهذا الشخص خطر على هذه السيدة هل بيصير نوع من أنواع كتابة عدم تعرض، تعهد وهكذا؟ حماية الأسرة عم تتطور بسرعة وبكتب الزوج أو أي حدا من أفراد الأسرة تعهد بعدم التعرض بس للأسف يعني للأسف أنه أنا ما عم بلاقي نتيجة صراحة فعلية من هذا التعهد لأنه عادي هو برجع بضرب وبرجع بعمل ومنرجع يعني مفروض أنه يكون فيه إشجاءات رادعة أكتر أنا هيك برؤية لأنه طول ما هم مستمر بأنه يعيد نفس العنف بعد ما وقع التعهد فأنا ما استفدت يعني ما حصلت على الحماية الممكن لهاي البنت وأنا كمان صراحة فيه إجراء عند حماية الأسرة أنه إذا أنت حاسة فيه خطر حياتك أنا لازم أحجزك عندي طبعاً رح تحكي أنا مش حاسة خطر طبعاً وبدي أطلع يعني لأنه أنت حصرتوها نعم أكيد يعني أحكي لك شغلة أستاذة يعني إحنا دائماً نستمتع بالحديث معاك الصراحة وهذه أمور كتير مهمة يعني الواحد يرفع وعيه بما يخص هذه القضايا وهذه الأمور شيء جداً رائع لأنه في العديد من الضحايا اليوم موجودين فقط لأنهم يجهلوا بحقوقهم ويجهلوا بكيفية المطالبة فيها شكراً جزيلاً أستاذة أماني أجعبري وشكراً على كل هذه المعلومات وقعدين المرة الجاي نحكي أكتر بحماية الأسرة ونحكي أكتر كيف ممكن أنه عن جد نحاول مع بعض نتحرك لحتى نقف العنف الحاصل على بناتنا وأبنائنا أكيد إن شاء الله الله يزاعدك أهلا وسهلا فيك